عايشين ويدفعوا ثمون لكن ترجع المشكلة التي تتحدث عن طبيعة التنشية والإيجو سنتراتيك التمركز حول الزاة الأنا وذي أنا أشوفه في العيادة النفسية كثيرة لما نأتي الناس يقول لي كرامتي وأنت أسمح لي بشنو ديموا الزويين كرامتي ما بتسمح لي بشنو عشان ينفصل مدير يعيش آآ يعني هو قاعد آآ مرعا لراجل يعني مفهوم الكرام عندنا ذاته فيه مشكلة أنا قاعد ينتظر حقه يتفصله يعني مثلا آآ يعني هو عايز ينفصل يقوم يقول لي كرامتي أقول لي عندك كم طفل أقول لي خمسة أقول لي طيب كرامتك بتسمح ليك تشركة خمسة أطفال هو بحسب الكرامة ذاتية بغض النظر عن الآخرين ودائما حساباتنا في العلاقات الزوجية نحنا حسابة الأنا ما نحن بتنصح بشهد يقول لما اليكزول يقول لك أنا عندي خمسة أطفال مختلف مع زوجتي مع أول حيانة بقول ما أتكلم معه عنه الكرامة التي تبتك صودة شكلها كيف مفهوم الكرامة عندك شكله كيف طيب لما أنت تدمر أسرتك كرامتك بتكون وين مش كده لما أطفالك الشرد وين كرامتك لأنه مفهوم الكرامة أنا بقول التربية المبنية على التمركز حول الأنا ودائما برجع لها في شنو بسم النموذج السلطوي الأبوي الدكتاتوري العنيف هو تخلص بالمشكة لكن صح ما هو أي نموذج سلطوي يعني بالإفصال بتاعه دا قلت وإدتا أي نموذج سلطوي دكتاتوري أبوي بحب يبتر الأشياء ليكونه سيد الموقف للتخلص بالمشكلة لا أيوة أنا سيد الموقف وأنا في حلقة سابقة هنا قلت مفهوم الزوائزات وهل هو شراكة أم سيادة هل إحنا فاهمين مفهوم الشراكة ولا بندخل بمفهوم السيادة مفروض أنا كلمة مفروض عندنا حياة كثيرة أنا بقول الأخلاق إن وجدت المشاكل بيذكر